السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم والتي نصطدف فيها عبر سكايب كالأحد الماضي وكل أحد بإذن الله حول الدراسة النقدية للتشيع وأثاري المدمرة على الأمة الإسلامية نرحب بضيفنا عبر سكايب فضيلة الشيخة الدكتور عبد الرحيم ملزادة البلوشي رئيس رابطة أهل السنة في إيران دكتور عبد الرحيم السلام عليكم وتحية لك أهلا بكم شيخ عبد الرحيم لكن الصوت الحقيقة لا يصل بشكل جيد هناك مشكلة في الصوت إذن توقفنا في الحلقة الماضية معكم دكتور عبد الرحيم ومعكم أيضا مشاهدين الكرام حول مزاعم التقريب أو الوحدة الإسلامية بين الشيعة والسنة ومحاولات التقريب بين الشيعة وبين الإسلام والحقيقة وقفنا عند هذه النقطة لنبدأ في مناقشتها في هذه الليلة مع الدكتور عبد الرحيم ملزادة كذلك أيضا نتحدث عن الشيعة وهل الشيعة حقا هم من أتباع علي رضي الله عنه والحقيقة الشيخ له الكثير من التجارب وله الكثير من المواقف فيما يتعلق بحضور ما تسمى بمؤتمرات الوحدة الإسلامية التي يقيمها النظام الإيراني إذن نرحم مرة أخرى بالدكتور عبد الرحيم ملزادة البلوشي رئيس رابطة أهل السنة في إيران دكتور عبد الرحيم السلام عليكم وتحية لك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وشكرا لكم للإصدافة والاهتمامكم بأمور المسلمين وخاصة السنة المصدفين في إيران مرحبا بكم هذا واجبنا دكتور عبد الرحيم شكرا جزيلا لكم الحقيقة قبل أن نغوص في تفاصيل ما تسمى بمؤتمرات الوحدة الإسلامية ومحاولات التقريب بين الشيعة وبين المسلمين أو بين الشيعة وبين السنة في البداية دكتور عبد الرحيم حتى يكون المشاهد في الصورة ما هي مؤتمرات الوحدة الإسلامية؟ هناك نوعين من المؤتمرات في إيران منذ بداية الصورة إلى الآن وهذه واحد منها مؤتمر أصحاب أهل البيت مؤتمر أهل البيت والثانية مؤتمر الوحدة الإسلامية مؤتمرات وحدة الإسلامية لخداع العالم الإسلامي الصني والشيعي معا ومؤتمرات أهل البيت لدراسة أمور الشيعة في العالم مدينة مدينة قرية قرية والاهتمام بها والتقويتها وتفتيت أهل السنة في نفس الوقت وأنا حاولت الحضور في كل المؤتمرين في الأولى مستحيل في المؤتمرات الوحدة الغير الشيعة مستحيل في المؤتمرات الوحدة الإسلامية يدعون من يدافع عنهم أو من يتوقعون فيه ما يريدون إلى مصطب العالم الإسلامي ليكسبوهم وليكونوا أنصاراً لهم وليكونوا بوقاً لهم وأما أهل السنة في داخل إيران مضطرون لحضور هذه المؤتمرات وإلا لا يستطيعون أي نشاط آخر وإلا يتهمون بالتفرقة وثم يتهمون بالوهابية وهذه الأمور في إيران حكمها إعدام أصلاً يعني مشايخ وعلماء أهل السنة من البلوش ومن الكرد يتم جلبهم إلى هذه المؤتمرات قصراً وغصباً دكتور عبد الرحيم ليس قصراً لكن لا يوجد لهم طريق إلا الحضور وخاصة السلطة بيد الدورة بعدين من من المسلمين السنة لا يريد وحدة إسلامية في العالم لكنهم يقصدوا كلامة حق يرادوا بها الباطن لكن تجاوزنا هذه المرحلة الآن مع هؤلاء المشايخ الذين كانوا يحضرون هذه المؤتمرات ونحن منذ ثلاثين أربعين سنة نقول حضور هذه المؤتمرات لا يجوز إلا أن نقول الحق فيها لا نسقط لا نكون شهود زور طيب الآن هم تجاوزوا هذه المرحلة الذين كانوا يحضرون هذه المؤتمرات الآن في كردستان في بلوشستان في توالش في مناطق السنية في إيران أعلنوا كلهم نحن لن نحضر هذه المؤتمرات لكن سابقاً بعدنا كنا نحضر لماذا؟ لماذا كنا نحضر؟ حتى الضيوف الذين يأتون في هذه المؤتمرات هم من إجمالاً نحن السنة إجمالاً يستمعون إلينا أكثر من الرافضة ولذا نطلوهم بالحقائق نخبرهم ماذا يحدث في داخل إيران وإلا هذه المؤتمرات مليئة بالنفار وغسيل الأدمغة لكن طيب هل حضرت دكتور عبد الرحيم فيها؟ نعم هل حضرت في هذه المؤتمرات؟ نعم نعم حضرت لما كنت في إيران من 89 إلى 92 أول سنة ما كنت أحضرها ثاني وثالث سنة أحضرتها وحضرنا فيها حتى من خلال ضيوف هذه المؤتمرات نريد التأثير عليهم أولاً نؤثر على ضيوف علماً أن الكلام مع ضيوف في هذه المؤتمرات وورقة رسمية ممنون للسنة الداخل أن يتسلوا بالسنة الخارج يعطوك ورقة ممنون تتكلم معهم إلا من خلال استخبارات طبعاً استخبارات ما يأتيك إذن لما انتفض الشعب كما قلت من قبل أرادوا إيجاد فرقة طائفية حتى يشغلوا الشعب كالدولة الصفوية تماماً شغلون الشعب إما بالخارج إما بفتن داخلية يتشيئوا وعسابات التشيئوا لا تعيش إلا بهذه الفتن ولذا شيخ الإسلام بن تيمية يقول إن شرور العظيمة لا تخرج إلا منهم فلينظر كل كل آقل فيما يحدث في زمانه وما يقرب من زمانه من الفتن والشرور والفساد في الإسلام فإنه يحدث موذب ذلك من قبل الرافضة كم هذا الكلام قيل اليوم لماذا؟ لأنه إتقوا فرصة المؤمن فإنه ينظر بنور الله طيب لما أرادوا تحويل الثورة الشعبية الحبة الشعبية لحرب الطائفة ألا قلبوا ضدهم قالوا إختالوا فرعا أو لا تختالوا لكأسه إلى سمته ولكن الحمد لله تعالى أمور تغياد كليا الآن هم يدعون الناس لمؤتمرات الوحدة ومشايخ الحضون سواء في كردستان أو في بلوشستان أو في توالش يعني هذا الأمر أننا كنا نسعى إليها لحدود ثلاثين سنة حتى وصل يعني هناك تحول دكتور عبد الرحيم حدث بالنسبة لموقف أو لمواقف مشايخ أهل السنة في كردستان وفي بلوشستان تحول جذري هل يعرضهم هل يعرضهم هل يعرضهم هذا لخطر التصفية والاغتيال بشكل أو بآخر إذا إذا مظاهرات الشعبية استمرت لا لأن الدولة أعجز من هذا لو ستاءت خامني أن توقف المظاهرات على مستوى البلد على مستوى إيران كلها على مستوى المدن كلها بعد ذلك سينتقم منهم واحدا وواحدا سيفعلوا بهم ما لم يفعلوا تتار سيفعلوا بهم ما لم يفعلوا تنجيز ولا شيء ما للصفوي الملعوم لكن يعترى حل يخترم لا لأن أعلان هو حالته ضعي في أذعب حالاته منذ منذ وثلاثة واربعين سنة لأن الشعب الإيراني كله منتفض ضده الشياء قاموا قبل سنة الفضل في هذا لا يعود خلينا نكون سريحين لا يعود لسنة لأن السنة كالمكلبشين كالمربوطين أيديهم المدر السنية تعيش في الحاشية مدر الرئيسية مدر الكبرى هي التي تحرك لكن الحمد لله تعالى الآن أصبحت مدر السنية هي التي تقود المظاهرات بفضل سلوات الجمعة المدر السنية هي المدر الوحيدة في إيران الآن تهطف بهتافات إسلامية بالله أكبر لا إله إلا الله لا يوجد شعارات علمانية أو لا دينية حقا مدر الكبرى لكن ولذا الآن خامني ماذا عمل أرسل الناس إلى أن يشتموا مع المشايخ مشايخ الرفض قالوا لا نحن أول شيء نتقم ونقتص من الذين قتلونا في الصلاة نحن إيش كنا نعمل نحن كنا بالصلاة وخرجنا نرى خلال ساعة مئة قتلى لماذا إيش السبب في النهاية يشتموا في مكان معين جلسة غير رسمية هذ نفس الطلبات والآن هم يعيشون في حي سبيس ماذا يفعلون سنة منتفضون شيئة منتفضون شعب الإيراني منتفض وكلما نصجوه خلال ثلاثة ربعين عاما من المكرم من الخداء من القش من الكذب كلها طارت والحمد لله تعالى الحمد لله هذا تطور وتحول حقيقة في مواقف أهل السنة أو مشايخ أهل السنة في كردستان وفي بلوشستان ولذلك لجأ المتابعون لأهل البيت على الحقيقة والذين كانوا يلقبون بالشيئة لجأوا لترك هذا اللقب لما غلب إطلاقه على أهل البداء المخالفين لأهل البيت من الإصابات الباطنية كما يشير صاحب طحفة الاثنى عشرية شاه عبدالعزيز ولي الله الدهلوي يقول إن الشيئة الأولى تركوا اسم الشيئة لما صار لقبا للروافض والإسماعيلية ولقبوا أنفسهم بأهل السنة بالجماعة ولذا يحق لأستاذنا علامة إحسان إلهي الغهيد الذي اقتالته أياد المخابرات الإيرانية يقول أن التشيء تغير أربع مرات أربع مرات هذه المثلة تغير وشيخ الإسلام ابن خيم رحمه الله في نص مهم له يشير إلى أن لفظ الشيئة والأشياء غالبا ما يستعمل في الذنب ويقول ولعله لم يرد في القرآن إلا كذلك يستشهد بهذه الآية المباركة وآيات متعددة ثم لننزعن من كل الشيئة أيهم شد للرحمن أعطية أو إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وشيئة شيعا نعم وذلك والله أعلم لما في نفس الشيئة من الشيئة والإشاعة التي هي ضد لأتلاف والإجتماع ولهذا لا يطلق نفس الشيئة إلا فرق الضلال لتفرقهم واختلافهم وفي الأحداث التاريخية في صدر الإسلام وردت نفس الشيئة بمعنىها اللغوي الصرف وهو المناصرة والمتابعة بل إننا نجده في وثيقة التحكيم كما ينقوله شيخ دكتور ناصر القفاري بين الخليفة علي وأمير معاوية رضي الله عنهما ولد نفس الشيئة بهذا المعنى حيث أطلق على أتباع علي الشيئة كما أطلق على أتباع معاوية الشيئة ولم يختص نفس الشيئة بأتباع علي ومما جاء في صحيفة التحكيم مثلا هذا ما تقاضى عليه علي بن بي طالب ومعاوية بن بي صفيان وشيئتهما ومنها وأن علي وشيئته رضوا بأبد الله بن قيس ورضي معاوية وشيئته بأمر بن عاص ومنها فإذا توفي أحد الحكمين فلشيئته وأنصاره إن يختاروا مكانه كل معنى لفظي ومنها وإن مات أحد الأميرين قبل انقضاء الأجل المحدود في هذه القضية فلشيئته إن يختاروا مكانه رجلا يرضون أدله وقال حكيم بن أفله رضي الله لأني نهيتها يقصد عائشة أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا وقد أورد الشيخ الإسلام بن تيمية هذا النص ليأخذ منه دلالة تاريخية على عدم اختصاص علي باسم الشيعة في ذلك الوهن وجاء في التاريخ أيضا أن معاوية قال لبصر بن أرطأ حين وجهه لليمن امضي حيث تأتي صنعاء فإن لنا بها الشيعة فإذن لم يظهر مصطلح الشيعة دلالة على أطواء علي فحسب حتى ذلك الوهن ويبدو أن بد تجمع الفعال لمن يدعون التشيي ويبتداء التمييز بهذا الاسم بعد مقتل الحسين كما يقول المسعودي الشيعي في سنة 65 تحركت الشيعة في الكوفة وتكونت حركة التوابين ثم حركة المختار الكيسانية الغالية وبدأت الشيعة تتكون وتضع أصول المثابع ومن هنا تغييرت التشيي وأخذت تتمييز بهذا الاسم ومن هنا يتدع أن هذا اسم الشيعة كان لقبا يطلق على أي مجموعة تلتفح لقاعدها وإن كان بعض الشيعة يحاول أن يتجاهل حقائق التاريخية ويدعي بأن الشيعة هم أول من سموا بهذا باسم التشاوية في هذه الأمة كما يدعي القومي ونوبختي ويتناسانا بأن مؤوية أطلق أيضا على أطباها كلمة الشيعة ولكن البقاء التاريخية تقول بأن لقب الشيعة لم يختص إطلاقها لأتباع علي إلا بعد مختل علي رضي الله عنه كما يرى شيخ محمد ابو زهرة أو بعد مختل الحسين كما يرى آخرون مثل علي ثامين الشار إذن لو كانوا من شيعة إذن لو كانوا من شيعة علي رضي الله عنه حقا ما بدلوا وما غيروا وما اتبعوا الباطل وأختم معك دكتور بكلمة واحد لأن الوقت انتهى إن شاء الله سنكمله في الجرس القادمة نعم اليوم لا يوجد شيعة بمعنه الصحيح شكرا بين الإثناء الشرية والدروس والإسماعيلية هؤلاء كلهم غلاء وممكاني المعاصر وعيط الله الشبستري يقولون كل ما كان من الغلوم أصبح من أصول مذهبنا من الضروريات مذهبنا وإمام جاكل السادق وهو السادق وهم كاذبون شكرا يقول الغلاء تشر من اليهود والنصارى اليهود والنصارى كانوا مواحدين مسلمين يعنوا لأنهم قالوا في الدين وفرق الشيعة وفرق الغلاء في الإسلام تتبهوا خطاهم وصاروا ملعونين مثلهم شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرحيم ملزادة البلوشي رئيس رابطة أهل السنة في إيران نكمل حلقة القادمة شكرا جزيلا لك وشكر ومصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن طيب المتابعة وحتى نلتقي في أمل الله شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم